وسير أعطيني بالتساع ماذا تقول؟ نعطيك بوسة؟ وسيق اللي باعليها برا أما أنا ما تنعطيش اللي تمدت لي وخير للا الباتول هو اللي مكبر لي الكتاف وخنطة ما تتعرف لا خير ولا التحاجة واسمته؟ هذا الرجل للا الباتول اللي هذه عشرة سنين وأنا خدامه معاها وهو عايش في الغربة كان في الإمارات خدامت أمك تأتي مرة في العام وخها قطرة ما كانش فيها بسارة لاح تيرام أما دابا راد خلف قطرة بجمع شوية الفلوس وجاف حاله للا الباتول خدامه كانت قريب واحدة في الدار وهو بقي مدار التمشروع بقي غم ريح ومجبد بنت له أنا عارفته ولا السيد عيني غير تيدوره علي يوعد عارفته بأنه سلقوته كبير سلاقط يا ودي يا للا الباتول اللي تتسطى عليه وتتشوفيه تتقولي النهار طلع واجت طليها تخيين هذا شنو تحت راسه ماذا نقول لكم للا الباتول والله العظيم امرا قادة وللا ومولاتي ربط له وليدات وحضط له وغيبته ولكن هو محال وش كان داير عقله باين هذا في الغربة كان داير اللي يبغى وخها يمسكينة كانت تقول لي يا رجلي عمره ما خانني وما يقدرش يخونني عبدي اجي طلع عليه ماذا نقول لكم جاحت لي يا أنا وغنوريه العيالات عليش قادات اعويلي انا نغدر للا الباتول اللي تربيت عندها واخيرها اخدام عليها أنا وعائلتي والله هذا تمسطي يكون عمشة بعد البرة وهذا لا صغيف جنابه ما خافني نقولها ليها ما خافني نشوه ما خافني نفضحه يعني تيدير اللي يبغى وبالفوريا شيفه وعرفته غير تيفيق تعلقاني فايقة قبل منه ورد بالي منه حيث شوية باسل انا في الاول كانت يدوزها وتقاسني مراتي قرصني مراتي قاسني تقول لي هذا ما لديت زاحمة قصة من بالله مشكيت فيه لان السيد كانت يأتي مرة في العام باحترام وللا الباتول كانت تقول عليه الكلام الزين ما شكيت أنا فراسي قلت نقول لي أنا أخير هو المراية شكو هذا اللي قاسني ايه واحد الوحد النهار هو يجي وقف مراية قال لي ما عندك فين تحرق قال له سيدي يكبا بغيت تشرب قال لي لا بغيت نشرب من عندك قال له كيفاش أخوتي تشرب من عندي قال له بس قال لي بغيت شي بوسة اه ويني لا بوسة الله ينعي البابك الله يتبوسك الفعل شاء الله فدك الشلاقم الزرقين ماشي تعلى زينك كنت شوفوا للا الباتول كدير بالزين تضوي وهو يا أخوتي صبرت عليه المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة سيدة مولا تدرت تخرجتها تخدم وأنا تنبقى مع أهراس في الراس والراجل قده قداش يشدني ويني على جوج ايه واقلتها شنو هندير غادي نحبس الخدمة ونمشي في حالي تكشي اللي كان اجمعت حويجاتي خليت للا الباتول غير جاد قلت ليها شوفي يا أختي طلقنا أخوتي ونتفارقوا أخوتي قلت ليها غير قولي لي السبب قلت ليها والو بدون سبب غير عيت ومبقيتش قد على الخدمة ديور عرفت السيدة بغى تستطى فرح كانت دايراني خدتها وصحبتها ومهلية فيها وسرها دي ما عندي وما نقول لكم كيف شكلنا فاجعتها يوم سكينة قلت ليها شوفي يا أختي صبري معي غير سيمانة أراكي جيتيني لغفلة كيف سنبدأ ومين سنبدأ وقلامن سنعيض كيف سنقلس معي؟ قلت لي يا أختي سنزيد معك يومين لا نستطيع أن نفوت وفي ذلك يومين السيدة جهل عليها قال بها هذه غادة غادة خاصة نخلي معها ذلك أعرفت قلت غادة وهو تهبط لي في حواجي غادة بقى لي قلت ضربة لا نستطيع عليكم تنتعي رنوية واحد النار هزيت عليها العصدية الكراطة قلت له والله هي بابك وتوصل عندي حتى الفرشخ لك عندك اسحبت لك للا الباتول ما قلت له قلت له قلت الله عصي يحشم وحشمت نقول لها صراحة أشفيها ما يتقال وهي تتموت عليه نقول لها ره راشلك حقا ما حقا يدير جتني ثقيلة قلت أش ندير أنا نساحب من الميدان ونتهننا ابقى لي غير ذلك النهير غادة غير مشات للا الباتول الخدمة وديت لوليدة المدرسة هيت كل نهارة نوصلهم على الصبح واخرهم كبار ولكن الطريق حدانة صعيبة تنديهم وتنقطعهم وعادة نبدأ قضية الدار ونبقى عليه بشوية 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 حتى نكمله للا الباتول كانت جتال الأشياء حتى التغذى في الخدمة ايه واخوتي وصلت لوليدة المدرسة ورجعت حليت الباب السوارت أنا حليت الباب وهو طار علي أعرفته زيّرني بقيت نغوت والوصد لي فمي بقيت نطرب معاه طيحني في الارض أطلع فوقي أبقيت نتقاتل معه جادي كامل تنشوف قدامي للا الباتول والخير ديالها ومخصوش يدي مني لحق الباطل ودك الشيليك أعطيته واحد ضربة للفم وهو حتى يشوفني مبغيتش نقولها للا الباتول تيقولي ممكن هادي رعباغية وغيح شمانة أعري ندير معها جميع المحاولات ولكن بقيت ضربة فيها وضربة فيها وضربة فيها وضربة فيها حتى اتفكيت منه اتفكيت منه وهزيت السوارت وحليت ولحت السوارت لوجهوم شيت في حالي قلت له اسمحت لكم في كل شيء اسمحت لكم حتى تفضوك الحوايج ديالي قال من بعده نجي ونطيه مسيدي انا ما بقيت بغاواله وعفتي والله لا بقيت فيك حرمتي اللي يخدمتي وحرمتي اللي يرزقي والله يودي لا بقيت فيك هو ذلك الحلفة اللي حلفت عليه بقى دايرها فراسه وخاف لنبرقك به للا الباتول ايوش دي الطاكسي ومشيتني شاول دارنا حالتي كيلت لبا كل مفدوشة ولكن ما قلت لدارنا التكلب قالوا لي يا مالكي قلت لي هم اقدراني مانقش غدام للا الباتول قالوا لي الولدة ولي هاد الكلام ما تقولي قالوا لي هاد الشيء هو اللي كين انا عهيت بالخدمة دي الطاكسي سيدي بغايت نجلس في دارنا تيجيب لي الله والد الناس ونتستر بحالي بحال الوليات واش للا الباتول تتكبر في وليداتها وعايشة حياتها وانا قلت نخدم عليها قالوا لي خليني لك اوه قد تنغوط عرفت قتولي الولدة وابنيتي ايوه غير بقي الناصيب ديالك ماجاش وما تتغذيش بحال هكاية كل واحدة يدرسقه حست بي مسكينة بحالي راني نقلق على الزواج اللي ما تزوجت وبحالي من لي جاء راجل للا الباتول بحالي حسدتها ولا بحالي تانا بغيت نتزوج ولا المهمة ده هو الإحساس اللي حسدت به الوالدة ايوه داستيومين ما كتشف الضاركت خارجة مش هتا عن ابنات عميين قلت معاهم شي شوية نبدل الجو لانا نكتا حالتي احتاجت للا الباتول ضربت لي يضطر في الدرب ديانا يا الفعلة يا التاركة يا الغطارة يا الغطارة يا اللي عضيتني من يدي هدا هو خيري هدا هو مخلاتش لي المهم ما اللي جيتان جري حطار عمي غير حدانة سمعنا الغوات وخرجنا كاملين الدرب كله خرج ألقيت للا الباتول هي اللي تتغوت هاوي لي يا كلاب عسمالكي أعطاني التسع قتلي الغطارة أغدرتيني أغدرتيني في داري هدا هو خيري وهدا هو خبزي وهدا هو فلوسي اللي ترقية لنعطيك وتنقرها بنتي وانتي أختي وانتي في كل شيء اهلا اللي باتول غير سمعي مالكي ما عندي ما نسمع المهم ما خلت فيي غي اللي نسات واللي ما شرق راح تنزح عين ما نرغبو فيها تنقروا لها غير دخلي للدار غين تفاهموا تتقول لك والو ما ندخلش يا الغطارين يا الخاينين ورغوات عرفتي الناس جمعوا من كلها قنت تنقروا لي يا للا الباتول راكي ممكن ما فاهمه شي حاجة وراكي غي تتحضري تتقول لي ما عندي ما نفهم وتتضر عند الناس تتقول لي ما هذه ما هذه اللي ندخلت فيها الخير عرفته غير جا الراجل وخلتي تمشي للخدمة وبغت تلوى عليه ساعة هو ولد الناس وقال لي كل شيء وقال لي يا راه هبغت تلوى علي ولا إني أنا ما نغدرك وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي يا للا الباتول حدك تمه راه راجلك هو والد الحرام وهو وهو هشنودار وهشنودار وهشنودار هشنودار وهشنودار ايوه هي تعطني بوحدة صفقة قدام كل شيء قلت لي يا شتاة تقولي دابا قلت لي قد قد تقولي هذا شيء يجب على رأسك وبالزفع لك وعرفت كل ما حشمتش والله نجيب لك البوليس ونضع لك تهمة ونحن نقول لك والو سيد قد تغسير الدماغ عرفت عمر عليها زيان ايوه المهم ركبت في طاوة مبيلتها ومشت في حالتها والناس يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله كل واحد دخل الدار وقعت وقفة أنا والواليدة ايوه وقعت الواليدة تشوفي قلت لي هشهد الشيء يدرتي قلت لي يا ممتي انت قلت لي هذه الحضراء اللي مربياني بيديك قلت لي من نهار اللي شتك جيتي ستطرططي والباتول تتربف أولادها وانا ضايعها والباتول عرفت عدك شي حاجة في راسك ناري يا ممتي قلت ليها من اللي انت شكيت فيها ايوه ايوه عرفته بغيت نموت ايوكي غندير واش نخرج داب عند واحد بواحد نفهمه ما عرفت كيف غندير حتى الباتول اللي بغيت نشرح ليها سدت قع البيبان بيني وبينها وقلت لي ايوه ايوه وما زال باتول ستحصله من غير يانا ستعرف بانه ضحى شكرا